السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بالف صحة والف خير معكم ام احمد من مطبخي مطبخ البيت المعمور ان شاء الله النهاردة هنعمل الكنافة بالفراول احلى كنافة بامر الله ده نص كيلو كنافة يا حبيبي كان عمدي في الفليزر طلعت مجمد زي ما هو من الفليزر وفرجت وخلتوا بالشكل ده حبي لازم الكنافة تبقى في الفليزر عشان نعرف نفركها وننعمها كله ودلوقتي هنبدأ بسم الله دي كبال لربع زبدة سخنتها فككتها من بعضك احط الزبدة دلوقتي على الكنافة هوزع بقى كل الزبدة في الكنافة ودلوقتي وزعت الزبدة كنافة كلها كويس جدا ودلوقتي هحطها في البتجاز عصاجها من تحت على درجة حرارة 225 هنحط الكنافة في البتجاز كل شوية نقلب فيه ما بنسبش الكنافة عشان متتحرقش معين كل شوية نقلب فيه هحط الكنافة في الفرن وارجع له وده الكنافة بعد ما حمرتها في الفرن بنحمرها بنخليها لونها جهبي طول ما هي في الفرن الكنافة كل شوية نقلب فيها وبعد ما بتاخد اللون الدهب بندفع له وبنخرجها على طول ما الفرن ما بنسيبهاش في الفرن ودلوقتي فدت الكنافة في البولة هي عشان نحط عليها الشربات الشربات هولا هنحطها على الكنافة ونحط الشربات على الكنافة كده على حسب بقى ما بتحبها سكرها كتير سكرها قليل سكرها مزبوط هنقلب الشربات في الكنافة كده الشربات ده حبايب انتو عارفين بنعمله ازاي كبايتين سكر على كبايتين مية على نص لامونة وبنسيبهم يغلوا على البوتاجاز ومقرامهم بيتقل شوية معانا ودلوقتي قلبت الشربات في الكنافة هوا هنحط شوية لبن عليها هنقلب اللبن كده في الكنافة عشان مما بنيج هنحط الكنافة في الصينية نضغط عليها اللبن تكون ماجهpannt اللبنته لاحقا لنجد التس續 اسم اثنين دلوقتي وزعت اللبن في القنافة كويس دلوقتي هنحطيanda الغ기는 في الصينية اصلت بالصنية هنضعت بالصنية الخونافة خلقته بمستقية ونضعت بالصنية في معين مستقى واحد قد اضغط على قنافة الأن thatsان관 ضَغطت على اعجائها الكنافة هنعمل الطبقةً yangOULDN 생влет على الكنافة صد كيلو لبن けれども فقدمها كيلو لبن الل donde اقstage 4 معلق سكر خيم كلمشان معلق 2 دقيق 4 معلق نشا كل المكونات دي يا حبيبي بمعلقة كبيرة مهرمة هنحط كل المكونات دي على اللبن هنحط على المكونات اللي حطناها كسين فانيليا زي دي يا حبيبي هقلب بقى كل المكونات اللي حطناها على اللبن بسم الله ودلوقتي قلبت كل المكونات اللي حطناها في اللبن اللبن داوت سائع يا حبيبي ما ينفعش نحط المكونات دهيت واللبن سوء ودلوقتي حطت اللبن مع كل المكونات اللي احنا قلبناها مع بعض هولأ عليها ولأت على اللبنة هو تبكير ما اللي احنا هنعملها للكنافة مش هنبطل تأليف في اللبن لحد ما تتقل معها ودلوقتي القشطة تقلت معناها واستوت خالصها هيا طو ما بتطلع الفكاقية ديات القشطة بتبقى استوت معي بيبقى النشا والدقيق وكل حاجة فيها استوت او دلوقتي القشطة استوت وهندفع عليها ونشوف هنعمل ايه ودلوقتي هنحط القشطة على الكنافة كمهزها كده في الصينية عشان تتوزع في الصينية كلها دلوقتي حطت القشطة على الكنافة هين هنركنها كده لما تبرد خالص نص كيلو فراولة نضفت العناقيد الخضراء اللي فيه وغسلته كويس جدا وفرمته في الخلاط بدون اي مية ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه دلوقتي هحطت كبات الكركدية ديات على الفراولة حطيت معلاتين كركدية على كبات مية وغلتهم وبعد كده صفتهم وبعد كده هحطوهم على الفراولة ودلوقتي هحطت الفراولة على البتوجاز هولع عليها هقلب الفراولة مع كبات الكركدية كده هحط على الفراولة مج مية بنفس المج اللي حطيته الكركدية هسيب الفراولة تغلى على البتوجاز وارجع لكم ودلوقتي الفراولة بتغلى ها هنسيبها برضو تاخد كم غلوة كده ودلوقتي في الفراولة اخدت كم غلوة ها هنحط عل اه شوية سكر حش هنحط سكر كتير عشان خاطر الجيل اللي هنحطه على السكر نقلب السكر كده مع الفراولة ودلوقتي قلبت السكر مع الفراولة هحط هقلب كل المكونات كده مع الفراولة دلوقتي قلبت الجيل في الفراولة نكفى عليها كده خلصة ودلوقتي أحط طبقة الجيل بالفراولة على الكنافة على طبقة القشطة طبقة القشطة طبعا جمدت ودلوقتي أحطت جيل الفراولة على طبقة الكرامة ودلوقتي نسيب الصينية القنافة تبرد خالص وبعد كده أحطها في التلاجة وأسيبها لحد الصبح وأرجع لكم وده يا حبيب صينية القنافة الروعة بعد ما بيتناها في التلاجة بمبيت صينية القنافة عشان الجيل بيبقى عليه فراولة ما بيبقاش ايه ما بيبقاش الجيل لوحده فبتاخد وقت كبير على ما بتجمد كده يا حبيب هنفكها دلوقتي ما شاء الله ودلوقتي هنزوقها بالفراولة بسم الله ودلوقتي زوقت الكنافة حطيت على فراولة كده تده شكل حل وده يا حبيب الكنافة الجبرة هي بعد ما عملناها مع بعض خطوة بخطوة الكنافة بالطريقة دي روعة روعة جدا فوق الوصف اعملوا الكنافة بالفراولة بطريقة محمد وبأمر الله فوق الوصف روعة ولو عجبكم الفيديو حبيب لايك وشيروا واشتراك للقناة وبدعواتكم يا حبيب قلب احبكو في الله الفهنا وشير شير في الخير يا حبيب نلتقي في فيديو جديد شكرا